اشتركوا في القناة 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 الاوهام او بعض الافكار او بعض الاحساس بالتعب او حتى عدم الرغبة باخذ علاج معين او ممكن تهمل بمسائل علاجية الشغلة بدها شوية رقابة وبدها شوية تركيز بشكل اكبر ما تهمل اي شيء ممكن او عارض ممكن تحس فيه يعني يكون بحاجة لاستشارة طبيب اما بالنسبة للعمل فهو بتجيب لك اشياء لها علاقة بالعمل ممكن تستغل من بعض الاشخاص او تنجز بعض الاعمال انت ولكن تروح نتائج هاي لا اشخاص اخرين يعني يستغلوك ويخذوا عملك وينسبوه لحالهم هذا الاشي رح يسبب لك برضو نوع من انواع المشاكل او رح يجيب لك مشاكل على مستوى العمل نفسه او تعطيل بعض المسائل اما بالنسبة المريخ طبعا المريخ بيتك الثالث هذا بيخليك عصب المزاج حاد الطباع متسرع في اتخاذ القرارات او اصدار القرارات ممكن يخليك تغامر او تجازف في مسألة معينة وهي المغامرة ممكن تسبب لك نوع من انواع الارباك او انه شوي تسبب لك نوع من انواع المشاكل في منكو رح يكون له نوع من انواع التعامل مع اخ او جار اهمش انكو تضبط وعصابكو قدر الامكان من التقلبات او من بعض المشاكل اللي بتصير على مستوى تحركاتكم او حواراتكم اما بالنسبة لبيتك اتناعش فطبعا عندك هذا الجدي عندك المشتري زحل بلوتوت ثلاثة بيتراجعوا وبيسببوا زاوية يعني بتتشكل الزاوية هي مع المريخ وهذا بيت متاعبك فعشان هيكي بدك تكون حذر من بيت متاعبك اللي بيجيب لك بعض الاشياء اللي لها علاقة برضو بالصحة يعني رجعنا على الصحة وبتجيب لك مشاكل في العمل بس برضو بتجيب لك اهتمام بصحة احد الاحبة او مشاكل الها علاقة باستغلال او اشخاص ممكن انها تتآمر عليك او محتالين او اشياء الها علاقة بخطر بسبب تآمر مجموعة بتتآمر عليك لا اسقاطك او لا اضعافك او لا انها تسيء لك فبدك تكون حذر من هاي النقاط اما بالنسبة لنبتون نبتون طبعا في البيت الثاني وهو بعطيك الاوهام بدفعك للمصاريف بدفعك لمشاريع وهمية بدفعك لاشياء مجازفات مالية او لا انك انت تخسر فلوسك فعشان هيك لانه بتراجع نبتون فسهل انت حد ينصب عليك او يستغلك ماليا او انه يعني شوي يتكسب من وراك او على او بسبب انك انت مش منتبه لبعض النقاط فبدك تكون حذر برضو من الاشخاص اللي ممكن يستغلوك ماليا او معنويا اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بنحكي عن اورانوس اورانوس اللي بيتراجع هاي سلبية ما بيشكل زوايا هاي ايجابية يعني فيه نوع من انواع التقلب وكمان اورانوس بده يشكل زاوية حادة راح تكون يعني برضو مش سهلة بين وبين الشمس فعشان هيك بدك تنتبه بشكل كبير من امور الها علاقة بالبيت او افراد العائلة او تقلبات على مستوى البيت بشكل كبير احذر من بعض الاشياء اللي لها علاقة بيعطل او مشاكل عائلية او انك تورط في مسألة لها علاقة ببيت معين يعني تدفع مثلا بدك تشتري بيت ولكن هذا البيت في الاخر يطلع لحد ثانين او ينتصب عليك او مثلا البيت يتوهم لك انه جيد ولكن يطلع فيه اعطال ممكن خلاف ما بينك وبين احد افراد العائلة يعني فيه تقلبات على البيت وما يحوى البيت بدك تكون حذر من كل شيء الو علاقة بها دول الامرين اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر موجود في الجدي وحتى فجر يوم الاحد بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها اخلدوا للراحة هاي فترة محفطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول انهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر ما في داعي للتسرع من فجر يوم الاحد القمر بصير موجود عندك بدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء في هاي الفترة بتمتلوا نشاط وحيوية وعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرف في كل الاتجاهات تسلط الاضواع على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة ايجابية وممكن ترغب في التغيير واقتحام مجالات جديدة من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير في الحوت حتى مساء يوم الخميس ممكن تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة اهمش انك ما تغامر باموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا اهمش انك ما تتسرع بانتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن من مساء يوم الخميس القمر بصير في الحمل حتى صباح يوم الاحد بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي فترة مناسبة للتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وبتقدم على عمل مهم بيلفت الانظار والاعجاب هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء